وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تونس مرسل غد بلال مبروك إذن بلال أهم ما جاء بالبيان الرئاسي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى الحديث عشر للثورة وأيضا إلى أين وصلت الأمور يبدو أن هناك هدوءا من حولك نعم شروق بيان أو بلاغ رئاسة الجمهورية وكان بلاغا مكتوبا ولم يلقي رئيس كلمة كما كان متوقعا بمناسبة ذكرى الحديث عشر للثورة التونسية لم يتضمن قرارات جديدة في الحقيقة ولم يتضمن التوضيحات التي ترقبها الرأي العام خاصة لجهة مصير المؤسسات التابعة للدستور والمؤسسات الدستورية ورأسا المجلس الأعلى القضاء هذا ما كان يترقبه المواطنون اليوم تكون هناك ربما كلمة فصل تجاوبا مع نداءاتهم بضرورة تطهير القضاء نتحدث عن الجموع التي خرجت تأييدا لقرارات الخامس والعشرين من جميل رئيس قيس عيد قال فيما معناه أن على مضامين الثورة أن تعمق المؤسسات الدولة التونسية وكانه يقصد بشكل أو بآخر ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن الوصايا الحزبية كما كان في السابق حيث كان يتهم حزب حركة النهضة بما يسمى بالتمكين وبزرع مولين له في مختلف مؤسسات الدولة وبالتالي قد يؤشر هذا الكلام من الرئيس قيس عيد لأن المعركة المقبلة هي معركة تحييد كل مؤسسات الدولة عن أي وصايا حزبية وتكون مؤسسات محايدة ومؤسسات تابعة فقط للدولة التونسية والقيادة التونسية هذا فيما يتعلق ببلاغ الرئيس قيس عيد وذكر أنه أرسل وفدا وزريا على رأسه وزير الشؤول الاجتماعية إلى محافظة سيدي بوسيد حيث أكد مالك الزائم ووزير الشؤول الاجتماعية أنه حال الوقت الآن لبلورة مذامين الثورة الحقيقية المتمثلة في الكلام الوطنية وأيضا في محاربة الفساد ومحاربة الارهاب شروق طيب هل ما جاء بالبياء البيان الرئاسي بناسبة هذه الذكرى بلال انعكس على وضع الشارع أم لم تتضحى الصورة حتى الآن يعني هناك من يرفض قرارات رئيس قيس عيد هل هناك دعوات لمظاهرات جديدة أو تظاهرات جديدة؟ المشرفون شروق على ما يسمى بيتوليسيون ضد الانقلاب هكذا يسمون أنفسهم هذه الحركة سياسية ولكن المتابعون يؤكدون أن عماد هذه الحركة وجمهورها الأوسع هو التابع لحزب حركة النهضة وقيادات هذه الحركة ومتابعون لحزب حركة النهضة يتحدثون على أنها ستكون هذه التظاهرات يومية إلى حين الرابع عشر من يناير وعودة المصاري الديموقراطي بحسب تعبيره العودة إلى مقابل 25 من جولي هذا ربما ما يتحدث به هذه الفئة وهذا الطيف من التونسيين ولكن الطيف الآخر وهو الأكثر في الحقيقة يكون التحدث عن الطيف التابع لبعض الأحزاب السياسية وحتى التونسي العادي الذي ربما لم يعد ينظر حتى الأحزاب السياسية بعين الرضاء الجميع يؤكد أنه لا مجال العودة إلى الوراء يعني هذا ما يناقض ما يطرحه حزب حركة النهضة وما يطرحه ربما هذا الطيف المناوء لقرارات الرئيس يقول أنه مستحيل أن يعود البرلمان بل بالعكس يطالبون بالمزيد يطالبون بتنقية الساحة السياسية عبر تشريعات جديدة تتعلق بقانون الأحزاب وأيضا تتعلق بربما مكافحة الفساد والفساد الحزبي والفساد المالي داخل الأحزاب السياسية وأيضا المطلب شروق المطلب الأكبر الذي رفع اليوم هو ضرورة إصلاح القضاء وتطهير القضاء وهو يتناغم في الحقيقة مع تصريحات رئيس قيس سعيد منذ الخامس والعشرين الجولي يتحدث دائما على وجود طيف داخل القضاء التونسي يعني هو يقوم بحجة عثرة أمام أي حركة إصلاحية ولا يرنوا إلى محاسبة المتورطين خاصة المتورطين في الفساد والإرهاب وبالتالي يبدو الشارع مقسما لجهة البيانات السياسية والمواقف السياسية والبلاغات السياسية ولكن يمكن للجزم بأن الطيف الأكبر في الشارع التونسي والطيف الأكثر المتظاهرين هو يؤيد قرارات الخامس والعشرين الجولي ولكن يطالب بوضوح الرؤية خاصة فيما يتعلق ببعض القرارات بعض القرارات من ضمنها هل سيتم تعديل الدستور هل أن الدستور معطل برمته الآن أم لا وهل أن بعض المؤسسات الدستورية معطلة الآن أم هي تشتغل شكرا لك بلا المبروك على كل هذه المعلومات مرسلنا من تونس ترجمة نانسي قنقر